السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف لو او مرة تشوفيني و تمة بالاكل الساحل لذيذ و اكل الضيت ما تنسيش تشتركي بقناتي و تفعلي اول جرس عشان يوصلك كل الاشعارات الجديدة عملتلكو فتيرة في 10 دقايق سهلة و سريعة و تكفي 12 فرض و هتعجب بولادكو جدا ان شاء الله لذيذة و مغزية و كلها فوائد معي ارنفلفل احمر و ارنفلفل اصفر الوان و تلت بيضغط بدرجة حرارة الغرفة و هخرط عليهم ربطة كزبرة خضرة زي ما احنا شايفين كده و نقلبهم كويس مع بعض طبعا البيت بيبقى بدرجة حرارة الغرفة هحط عليه فلفل اسود بعد كده هبتدي ان انا اضيف ايه بقى انا طبعا مش هستعمل للفتيرة دي الكوباية تشوفان واحدة هضيف بقى كوباية من اللبن الرويب ممكن تستبدلوها بحليب عادي طبعا عندنا هنا في الصيف اللبن ما بيستحملش في التلاجة و منلاقيه قطع فممكن ان احنا نستخدمه في الوصفة دي حطيت كوب من اللبن الرويب و قلبت بالشكل ده دلوقتي كمان بقى هضيف كوب من الشوفان مش شرط يكون مطحون ممكن تستخدموه كده سليم هو كده كده يعني هيبوش و هيطرى مع المكونات دي اللي انا ضيفها طبعا خضار و حليب و بيد فمش شرط تطحوني ممكن تستخدميه كده زي ما هو بعد كده هبتدي ان انا بقى آآ اضيف آآ شايفين البطاطس اللي انا سلقاها في الجنب دي هاخد منها واحدة كبيرة ده غير كده كمان هحط جبنة آآ حلوم ممكن نستبدلها بجبنة شيدر الجبنة كانت مية وخمسين جروم من الجبنة لو حلوم بيبقى احلى طعمها بيبقى جميل اوي فعشان كده انا مش هضيف الملح دلوقتي كمان بقى ههرس بطاطسايا كبيرة مسلوقة وهضيفها على الخليط اللي انا عملته ده كله بس اهم حاجة نهرسها ناعم بعد كده هنقلب عليها كل الخليط الباقي ده شايفين بقى الجمال والحلاوة حاجة كده يعني كلها فوايد وسحية وطعمها رائع بصراحة كل دي مش ضايفين فيها غير كوب من الشوفين نقدر نستبدل البطاطسايا الكبيرة دي بممكن كباية من القرع العسلي او كوب من الكوسة المبشورة لو مش عاوزين البطاطس بعد كده بقى هجيب الصانية وهفضي فيها كل الكلام ده وهسويها بالشكل ده وهدخلها الفرن هتقعد في الفرن حوالي نص ساعة وبعد كده هفتح عليها الشوية عشان هديها لون تعالوا بقى نقطع منها كده ونشوف شكلها ايه تتاكل بقى سخنة تتاكل برده ممكن على الغداء ممكن على الفطار اا يعني زي ما تحبوا بس هي وجبة لذيذة وصحية ومشبعة وزي ما احنا شايفين ما استعملناش في كل دي غير كوب واحد من الشوفان وشكلها شاهي جدا وطبعا طعمها لذيذ ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا تعالوا بقى مع بعض نشوف عملنا ايه الفيديوهات اللي فاتت في الايام اللي فاتت اللي ما شافشي اا الفيديوهات خسر كتير قوي بصراحة واحط لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف ده كان موس شوكولاتة من غير اي نشويات وكمان نباتي للنباتيين شايفين الموس ده موس شوكولاتة رائع بصراحة وكان لتر حليب عملت منه كل الحلوة دي دي كمان اا كحك شوفين من غير زبدة ولا سامنة ده كمان كان كوكيز شوفين طحفة بصراحة من غير اي نوع من السكريات غير بس استخدمت دبس الطمر وده كمان نوع من الحلوة اللذيذة نوعين كمان من الحلوة من غير فورن وعملنا كمان اا البيديفور بالشوفين كان ناعم وتحفى بصراحة طعم كان احلى من اللي بدي ايه ابيض وكان كمية كبيرة جدا كنا عاملينها من مكونات بسيطة خالص شايفين طحفة ازاي عملناها بسهولة بكل سهولة مكونات بسيطة وسهلة وعملنا كمان البسكوت بالنشادر والبسكوت بالبرتقال ده اللي كان بالبرتقال ده برضو بالشوفين شايفين اا يعني بصراحة كان طعم وتحفى والحمد لله كل اللي جرب الوصفات دي بعتولي التطبيقات وشكرولي فيها جدا والمفاجأ بقى ان كحك الشوفين يعني حاز على عدد كبير قوي من المشاهدات الحمد لله كحك الشوفين وعجب الناس كتير جدا كل اللي جربوه عجبهم جدا وهو صراحة كان اردر اا والحمد لله برضو عجب عملائي اللي اخدوه يعني الحمد لله وكان طفل كمان عنده مرض السكر يا ربنا يشفيه ويعافيه والكحك عجبه جدا والبجفور والبسكوتات دي كلها ده الكحك كان تحفى 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 يعني جربوا مقازيري ومشا تندموا كل اللي جربوه عملوا مقازيري وكمان في ناس اا شغالة وبتبيع عملت مقازيري الحمد لله وعجب زبينهم برضو كنت كمان عاملة طاجن امه علي بالشوفين كان تحفى جدا جدا وكنت عاملة فطاير صحية برضو للضايت اا حدقة اا كانت رائعة وصندوتشات اا الصواج برضو كنت عاملها كانت لذيذة شوفوا بقى كل الفيديوهات في صندوق الوصف شوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر